شارك معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين للمملكة المتحدة في حلقة نقاشية حول مستقبل بريطانيا عالميا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي وذلك بتنظيم من مجلس العلاقات الخارجية والاتحاد والكومنولث والحزب المحافظين في نادي كارلتون بالعاصمة البريطانية لندن وقد تطرقت سعادة السيدة بيرتي باتل النائب في البرلمان البريطاني والوزير السابق للتعاون الدولي اثناء الحلقة النقاشية الى فرص التعاون التجاري الخارجي لبريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي وخصت بالذكر مملكة البحرين كمثال للتعاون الناجح الذي من الممكن اخذه كأنموذج في علاقات بريطانيا المستقبلية واشارت السيدة باتل الى ايمانها بان تحقيق عملية ناجحة للخروج من الاتحاد الأوروبي سيكون لها اثر ايجابي لمستقبل بريطانيا ولتصبح مركزا اقتصاديا عالميا كما ينبغي لها ان تكون وذلك في ظل سياسات اقتصادية وتجارية حرة من جانبه اشار معالي سفير مملكة البحرين للمملكة المتحدة خلال كلمته الى العلاقات التاريخية بين البلدين الحليفين واشار الى اهمية التعاون القائم عبر كافة المجالات ومنها الدبلوماسي والسياسي والامني والاجتماعي والاقتصادي والذي اكد معاليه على اهميته من بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بداية العام القادم حيث من المؤمل ان يجرب مزيدا من الانفتاح لبريطانيا على العام واخاصة مع دول مجلس التعاون الخليجي وتحديدا مملكة البحرين وفي الوقت نفسه اكد معاليه بوجود مجموعة من الاولويات المشتركة الاخرى كما اكد بان البحرين ستعزز تعاونها القائمة مع المملكة المتحدة على الصعود كافة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي معربا عن تفاؤله بحقبة جديدة من التجارة الثنائية والاستثمار بين البلدين التي يجب الاخذ بها كفرصة جديدة لاستمرار التعاون وخاصة مع خبرة مملكة البحرين الطويلة في هذا المجال مشيرا الى ان التعاملات التجارية الثنائية بين البلدين فاقت نصف المليار دولار ومن الممكن مضاعفتها خاصة وان البحرين تنفذ حاليا مشاريع استثمارية كبير القطاعين العام والخاص تبلغ قيمتها اكثر من 32 مليار دولار وفي ختام كلمتها شار معالي السفير بان اكثر من عشرة الاف من المواطنين البريطانيين يعيشون في مملكة البحرين والذين يمكنهم ان يشهدوا على نوعية الحياة والجو المتسم بالتنوع الفريد والعالمي والدفء الحقيقي والصداقة التي تميز البحرين وشعبها